اتتكر لانا كنت يعني باشوف المطشات بشكل دايم مباراتنا مع الزمالك او مباراتنا مع المنافس التقليد الفترات اللي فاتت دي كلها كان دايما بتخلص اخر ديئة اخر 30 سنة بتخسر برغم انت بتبقى اغلب المبارات مش اقول كلها اغلب مبارات انت الافضل طول المطش وبتخسر اخر سانتين تلاتة اخر ديئة اخر 30 سنة لان كان بيغيب عنك الخبرات اللعيبة كانت محتاجة مطشات كتير محتاجة تلعب مع بعضها كتير لان الفرقة صغيرة فكنا احنا دايما نقول معلش وكنا نقول ان الفريدة لما ياخد الخبرات محدش هيوقف قدامه وعايز اقول لكم انه واضح من ادارة النادي الاهلي انه مش يعني مش عند هذا الانجاز وهنوقف انا رأيي كده اولانا شايفه كده النادي الاهلي النهاردة وعلى رأسه الكاتر المحمد الخطيب باصس للفريدة انه يفضل يعني يعني مش عايز اقول يعني يعني يبقى متقدم او يبقى دايما يعني فارق السنوات القادمة ده باين من التخطيط باين من الاستعدادات باين من الرؤية اللي جاية ان احنا عايزين لسه الفريدة لسه محتاج تدعمات في وقت فيه استقرار فني يعني مستر ديفيد ديفيدس بعد هذا الموسم مستمر كمان موسمين فالنادي الاهلي النهاردة بيوفر استقرار فني لكل فرق النهاردة مستر اجوستي بوش يعني ديه السنة التالتة اللي مع الفريق والراجل موجوده فيه استقرار فني وباني خطة 3-4 قدام للنادي مستر ديفيد ديفيدس نفس الكلام ويبدو ان المدرسة الاسبانية قلنا كلام ده قبل كده مناسبة كبير مناسبة بشكل كبير لطبيعة اللاعب وسيكون جيت اللاعب المصري يعني يمكن شعوب بحر قبل المتوسط فتقريبا متشابهين جدا في الطباع فبتلاقي سهل جدا انه يتعامل مع اللاعبين نفس الكلام بالنسبة لكل الطائرة قبل حمد مصري حميد وخمس ست سنين بيقود هذا الفريق ففيه استبالتي فني بشكل كبير لو روحنا على فرق السيدات يعني برضو بالنسبة كبيرة ايضا كابتن الحمد الصافي في الطائرة كابتن طريخ خير النهاردة الموسم التاني ليه يمكن كرة اليد حصل تغيير السنة اللي فاتت كابتن الحمد عادل زولة اللي جيه ومسك الفريق في نهاية الموسم او بداية الموسم ده وطبعا هتوفر له اكيد كل شيء ومش بتوفر له بالفعل كل شيء فهيبقى فيه استقرار ايضا الفترة جاي فريق كرة اليد يعني اصدك سيدات اصد اقول لكم انه النادي الاهلي النهاردة بيدور على استقرار الفني مبقاش بيتعاقد مع مدير الفني عشان يقوله تعالى ست شهور ويمشي لا بيجيب بيبحث كويس بيختار مدير فني جيد انت معنا تتا 4 سنين وندعمك بكل شيء النادي الاهلي كمان انا عايز اتكلم كتير عن اسباب المكسب والله لانه ده وقت ان احنا نفرح وقت ان احنا نتكلم النادي الاهلي يعني مفيش كلام كتير لا من ادارة النادي الاهلي ولا من النشاط الرياضي ولا الشغل الشغل بيبان في الملعب الدعم بيبان في الملعب بالمناسبة المباراة اللي قبلين اسموحها وطلع الجيش زملاء العزاب يبلغون النتيجة 2 اتنين فاذا هنروح على شوت 5 من 15 نقطة يبقى يعني اتصور ان المباراة هتتلاقي 11 ونص فيه تأخير نص ساعة على الاقل من لم يكن 3 اربع ساعة لانه هو المطش الشوت ده هيخلص اقول مثلا وربع هل نبتدي 12 لربع المباراة هتتأخر بشكل كبير مباراة الاهلي والزمالك وكده ممكن تبقى صهرة ان شاء الله رمضانية حتى الصحور معنا باذن الله يعني اصدق اقول لحضراتكم ان المكسب ما بيجيش من نتيجة فراغ او من نتيجة يعني لا بيجي من نتيجة جهد وعرق وشغل الحقيقة النهاردة الفريق خد بطلتين عنده بطلتين مهمين بس عايزة ارجع بفلاش باك النادي الاهلي من حوالي 4-5 شهور مضى عقود استضافة ابطال الكووس والسوبر الافريق في الوقت اللي الفريق كان في عز اخفاقاته يعني كان في عز اخفاقاته وكان فيه هزة جديدة جدا في الفريق لو تفتكروا الفترة دي بعد تولي مستر ديفيد ديفيز بفترة بسيطة ولكن النادي الاهلي دول عمره طالما شغال صح عندي ثقة طالما شغال صح والدنيا تمام انا عندي ثقة ان شاء الله هوصل فالنهاردة النادي الاهلي في الوقت ده خلي بالكوا حطوا ده ميت خط احنا نرجع بس احنا نجد نقول الكلام ده انما وقتها لو كنا قلنا الكلام ده هنا كنت هتقول انتو بتتكلموا كده عشان انتو قناة النادي الاهلي لا انا بتكلمكوا بعد ما تم كل شيء النادي الاهلي هو بطل الكأس والصبر المحلي في هذا الوقت تم التوقيع مع مستر منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي اللي كرة اليد واللي جه وشرفنا هنا في النادي الاهلي ومضى يعني على العقود وكان موجود كابتل محمود الخطيب ومضينا العقود في الوقت للسه الفريق بطل مصر ولا بطل الكأس وثقة كابتل محمود الخطيب ومجلس الإدارة والنشاط الرياضي في هذا الفريق كانت باينة لان بفضل الله الناس شغالة كويس والمتابعة للفريق شايفين هم بيبزلوا مجهود فإذا التحضير للبطلتين دول مجاشي النهاردة ده جيه نتيجة ثقة وجود من 4-5 شهور وكمان بداية الموسم خلي بالكم برضو مش هتكلم برضو على مستر ديفيد ديفيس ولكن من قبليه كمان وبدأ التخطيب ده بس أنا بتكلم على ايه ان وقت ما انت تعقدت على تنظيم البطلتين دول في ملعبك كنت ممكن تلاقي ايه يقولك اه يقولك يا باشا انا تمام انا خليني لا اخدش انا البطلتين دولار لما كنت انا ركب الدنيا او زي ما يقول انا بطل مصر اجيب اجيب الفريتين دول اه فطبعا اه كان 19 واحد 9 واحدا ناسم اه يعني اصدق لكم انه الفريق ما كانش لسه بطل مصر فإذا فيه رؤية طالما انا شغال صح يبقى الدنيا تمشي بشكل جيد اه نفس الحال في السلة نفس الحال في الطيرة لما بيلاقي هزا النادي في فرقة بيخش يدعمها بقوة اه بيخش يشوف احتياجات الفريق ويدعمه النهاردة اه 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 اذا ما حضركم شايفين حتى اعلانات النادي الاهلي الجديدة مع الشركاء الجدد في كل مكان مش كرة بس وده اللي قاله كابتل محمود الخطيف في اكتر من مناسبة في مراسم توقيع او توقيع العقود مع الشركاء الجدد للنادي الاهلي ان هنا النادي الاهلي ما قالش كرة بس كابتل محمود الخطيف في اول كلماته دائما الاول كلماته دائما بيقولك احنا بنراعى تسعتاشر لعبة النادي كابتل محمود الخطيف داخل الاجتماع او داخل اللي زي ما بيقوله المراسم التوقيع او الاتفاقيات واخد معاه التسعتاشر لعبة مش كرة بس فالنادي الاهلي حتى الاعلانات اللي موجودة في كل حتة في الشوارع داكم شايفينها مش ابطال الكرة بس طبعا نجومنا ونجوم الكرة دول هم يعني الكرة هي طبعا مع شقة الجماهير ولكن النادي الاهلي النهاردة العاب الجماعية كل نجوم في العاب الجماعية معروفين وحتى العلعاب الفردية تنس الطاولة السباحة كل نجومنا النهاردة معروفين وحتى تفوق النادي الاهلي ما بقاش في كرة القدم بس النادي الاهلي النهاردة تفوقه في كل العلعاب فاللي اصدى اقوله ان حتى ايمان مجلس دارة النادي الاهلي وكابتل محمود الخطيف معالي الوزير عامري فاروق والمجلس بالكامل ايمانهم بالالعاب الاخرى في الوقت اللي كانت المحمود الخطيب أسطور الكرة القدم ولكن إيمانه بالألعاب الأخرى سواء رجال أو سيدات يعني شيء الهمهم أملهم طموحاتهم إعدادهم بطلاتهم لا يقل أبداً الاهتمام عن الاهتمام بكرة القدم أي فرقة بيحصل لها أزمة بيخش على طول المجلس يدعمها ويقف على رجليها طب إيه المشكلة إيه الفنية طب هات طب لعيب أتعاقد طب معسكرات إيه دي طب استقرار طب ماشي طب إيه الوضع إنتوا عايزين إيه بيخش دعم على طول دعم بشكل كبير عشان يوصل في الآخر للنتيجة المرجوة اللي جمهير نادي قال لي ألا وهي الفوز بالبطلات